بسم الله الرحمن الرحيم المكتبة الصوتية لمعاني شيخ الدكتور صالح ابن فوزان الفوزان أضواء من فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية في العقيدة للشيخ صالح ابن فوزان الفوزان حفظه الله الدرس الخامس وعشر بعد المئة الثانية الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وبعد يواصل الشيخ رحمه الله رده على المرجعة من وجوه ذكرنا أولها في الحلقات السابقة فيقول الوجه الخامس عشر أنه لو فرض أن هذه الألفاظ يعني التي تجعل الأعمال من مسمى الإيمان ليست عربية فليس تخصيص عموم هذه الألفاظ بأعظم من إخراج لفظ الإيمان عما دل عليه الكتاب والسنة وإجماع السلف فإن النصوص التي تنفي الإيمان عما لا يحب الله ورسوله ولا يخاف الله ولا يتقيه ولا يعمل شيئا من الواجب ولا يترك شيئا من المحرم كثيرة صريحة فإذا قدر أنها عرضها آية كان تخصيص اللفظ القليل العام أولى من رد النصوص الكثيرة الصريحة السادس عشر أن هؤلاء واقفة في ألفاظ العموم لا يقولون بعمومها والسلف يقولون الرسول وقفنا على معاني الإيمان وبينه لنا وعلمنا مراده منه بالاضطرار وعلمنا من مراده علما ضروريا أن من قيل إنه صدق ولم يتكلم بلسانه بالإيمان مع قدرته على ذلك ولا صلى ولا صام ولا أحب الله ورسوله ولا خاف الله بل كان مبغضا للرسول معاديا له يقاتله أن هذا ليس بمؤمن كما قد علمنا أن الكفار من المشركين وأهل الكتاب الذين كانوا يعلمون أنه رسول الله وفعلوا ذلك معه كانوا عنده كفارا لا مؤمنين فهذا معلوم عندنا بالاضطرار أكثر من علمنا بأن القرآن كله ليس فيه لفظ غير عربي فلو قدرت تعارض لكان تقديم ذلك العلم الضروري أو لا فإن قالوا من علم أن الرسول كفره علم انتفاء التصديق من قلبه قيل لهم هذه مكابرة إن أراد أنهم كانوا شاكين مرتابين وأما إن عني التصديق الذي لم يحصل معه عمل فهذا ناقص كالمعدوم فهذا صحيح ثم يقال قد علمنا بالاضطرار أن اليهود وغيرهم كانوا يعرفون أن محمد رسول الله وكان يحكم بكفرهم فقد علمنا من دينه ضرورة أنه يكفر الشخص مع ثبوت التصديق بنبوته في القلب إذا لم يعمل بهذا التصديق بحيث يحبه ويعظمه ويسلم لما جاء به ويسلم لما جاء به إلى أن قال الشيخ رحمه الله والكرامية توافق المرجئة والجهمية في أن إيمان الناس كلهم سواء ولا يستثنون في الإيمان بل يقولون هو مؤمن حقاً لمن أظهر الإيمان وإذا كان منافقاً فهو مخلد في النار عندهم فإنه إنما يدخل الجنة من آمن باطناً وظاهراً ومن حكى عنهم يعني الكرامية أنهم يقولون المنافق يدخل الجنة فقد كذب عليهم بل يقولون المنافق مؤمن لأن الإيمان هو القول الظاهر يعني في مذهبهم كما يسميه غيرهم مسلماً إذ الإسلام هو الاستسلام الظاهر ولا ريب أن قول الجهمية أفسدوا من قولهم من وجوه متعددة شرعاً ولغة وعقلاً وإذا قيل قول الكرامية قول خارج عن إجماع المسلمين قيل وقول جهم في الإيمان قول خارج عن إجماع المسلمين قبله بل السلف كفر من يقول بقول جهم في الإيمان قد احتج الناس على فساد قول الكرامية بحجج صحيحة والحجج من جنسها على فساد قول الجهمية أكثر مثل قوله تعالى ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين قالوا فقد نفى الله الإيمان عن المنافقين فنقول هذا حق فإن المنافق ليس بمؤمن وقد ظل من سماه مؤمن وكذلك من قام بقلبه علم وتصديق وهو يجحد الرسول ويعاديه كاليهود وغيرهم سماهم الله كفاراً لم يسمهم مؤمنين قط ولا دخلوا في شيء من أحكام الإيمان لخلاف المنافق فإنه يدخل في أحكام الإيمان الظاهرة في الدنيا بل قد نفى الله الإيمان عن من قال بلسانه وقلبه إذا لم يعمل كما قال تعالى قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا إلى قوله إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم أولئك هم الصادقون فنفى الإيمان عن من سوى هؤلاء وقال تعالى ويقولون آمنا بالله وبالرسول وأطعنا ثم يتولى فريق منهم من بعد ذلك وما أولئك بالمؤمنين والتولي هو التولي عن الطاعة كما قال تعالى فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى وقال موسى وهارون إنا قد أوحي إلينا أن العذاب على من كذب وتولى فعلم أن التولي ليس هو التكذيب بل هو التولي عن الطاعة فإن الناس عليهم أن يصدقوا الرسول فيما أخبر به ويطيعه فيما أمر وضد التصديق التكذيب وضد الطاعة التولي ففي القرآن والسنة من نفي الإيمان من نفي الإيمان عن من لم يأتي بالعمل مواضع كثيرة كما نفى فيهم الإيمان عن المنافق وأما العالم بقلبه مع المعادات والمخالفة الظاهرة فهذا لم يسمى قط مؤمنا وعند الجهمية إذا كان العلم بقلبه فهو مؤمن كامل الإيمان إيمانه كإيمان النبيين ولو قال وعمل ماذا عسى أن يقول ويعمل ولا يتصور عندهم أن ينتفي الإيمان عنه إلا إذا زال ذلك العلم من قلبه وبهذه المجادلة العلمية أبطل الشيخ رحمه الله حجج المرجئة بفرقهم المتعددة من جهمية وأشاعرة وكرامية ومتفقها وانتصر للقول الحق وهو قول أهل السنة والجماعة أن الإيمان اعتقاد وقول وعمل كما تضافرت على ذلك الأدلة من الكتاب والسنة فالحمد لله الذي قيض للحق أنصارا يدافعون عنه ويردون شبه المبطلين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين